في الوقت الذي تشهد فيه أسعار قطع السيارات ارتفاعاً ملحوظاً في مناطق سيطرة نظام بنسبة تصل إلى 40% بحسب الجمعية الحرفية لصيانة السيارات تستقر أسعار قطع السيارات في المناطق المحررة استقرار الأسعار في الشمال المحرر يعود إلى اعتماد الدولار في عمليات البيع والشراء علماً أن معظم قطع السيارات والسيارات أيضاً مستوردة من أوروبا عبر معبر باب الهوى مع ملاحظة أن أسعار القطع في مناطق دير الفرات وغصن الزيتون تزيد بنسبة 10% عنها في إدلب بسبب الجمالك على الحواجز فرق حلب اليوم بمدينة عزاز رصد أسعار بعض قطع السيارات الأكثر طلباً في محال ميكانيك السيارات فتبين أن سعر محرك سيارة السينتافي موديل 2005 يصل إلى 600 دولار في عزاز فيما لا يتجاوز 500 دولار في سرمدة أما طقم التشغيل يتضمن عدة قطع للسيارة فيبلغ سعره في عزاز 55 دولار ولا يتجاوز 38 دولاراً في سرمدة معلم بالنسبة للمحرك السينتافي 22 حقه بـ 900 بسرمدة تقريباً هنا من بعد 950 ألف محرك السينتافي 20 كمان بـ 800 بسرمدة تقريباً هنا من بعد 850 هيك الأسعار تقريباً سيارة السينتافي المقطوعة القص وهي التي تصل كقطع إلى الشمال وفيه يعاد تجميعها والسينتافي الأوروبية والتي تصل سليما وما الأكثر شراءً وانتشارًا علماً أن فرق السعر بين الأولى والثانية يتجاوز العشر إلى 15% لصالح الأوروبية أما فيما يتعلق بنوعية الوقود التي يعتمد عليها فإن 90% من السيارات في المناطق المحررة تعمل على ما يسمى المازوت الأوروبي ويصل سعر اللتر الواحد منه 17.75 ليرة تركية في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ويزيد السعر في إدلب بسبب الرسوم التي يتقاضها معبر الغزاوية ترجمة نانسي قنقر